ترجمة نانسي قنقر تحققها مملكة البحرين في مجالات متعددة وسياق واحد وهو رفع اسم البحرين في كافة المحافل وفي المجال الحقوقي جاء حفاظ مملكة البحرين على موقعها ضمن الفئة الأولى للعام الرابع على التوالي في مجال مكافعة الاتجار بالأشخاص وفقا للتغير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية مسلطا الضوء على إنجازات البحرين في هذا المجال الهام الدوافع والمنطلقات البحرينية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحقوق العمال هي أساس لهذا الإنجاز فوعي صناع القرار في المؤسسات المعنية بأهمية مكافعة الاتجار بالأشخاص تمخط عنه التعاون بين العديد من المؤسسات انطلاقا من هيئة تنظيم سوق العمل بالإضافة إلى المبادرات الاستثنائية التي تبذلها وزارة الداخلية من خلال متابعة الملفات ذات العلاقة بالعمالة والاتجار بالأشخاص والعمل القسري بينما تطلع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدورها من خلال إنشاء مكاتب تسجيل الدعوة العمالية لدى الهيئة إلى جانب الدور البارز للنيابة العامة في تأكيد مبدأ الحماية وحفظ المجتمع ومحاسبة المذنبين وصولا إلى التنفيذ الفعلي لمبدأ العدالة الإنجازات التي تحققت في هذا الملف الهام ساهمت في إبرازها وزارة الخارجية من خلال إدارتها لملف حقوق الإنسان دوليا فكانت المحافل الدولية شاهدة على الحقائق التي حرصت مملكة البحرين على إبرازها مما جعل التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لا يحيد عن هذا المجهود البحريني في المجال الحقوقي ترجمة مكافحة الإتجار بالأشخاص من فكرة حقوقية إلى واقع ملموس أتت من خلال العمل المؤسسي المشترك بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية والأهلية ففريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عمل بروح التكامل وفقر أجالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في جعل المملكة نموذجا عالميا منهما في مجال احترام الحقوق ومكافحة الإتجار بالأشخاص